طالب الرئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي للتحاد الأوروبي بالاستعجال في تخصيص الحزمة التالية من المساعدات تألي أوكرانيا كما حثى الاتحاد على فرض المزيد من العقوبات على روسيا وخلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قال زلناسكي أنه بحث تخصيص الدفعة التالية من مساعدات للتحاد الأوروبي المالية في أسرع وقت ممكن مشددا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات الغربية على روسيا بما يتضمن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وضف زلناسكي أنه نصق مع فوندرلاين الخطوات اللازمة للحد من حصول روسيا على أرباح زائدة عن الحد من بيع النفط والغزة قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وأضف شميهال أن الدعم الأوروبي سيساعد في ضمان استقرار الاقتصاد الأوكراني ودعم العمليات العسكرية في مواجهة روسيا كما توقع رئيس الوزراء في بيان أن تزود الألمانيا كييف بأنظمة للدفع الجوي متطورة في الخريف المقبل أعلنت أوكرانيا إرسال أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق لإعادة تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية وذلك بعدما غادرت 13 سفين موانيها وعلى متنها 282 ألفا وخمسمائة طن من المنتجات الزراعية للأسواق العالمية وجار تحميل الشحنة التي تتجه إلى ثماني دول في موانئ أدسا واتشورنو مورسك وبيدفيني على البحر الأسود أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعتها الجوية أحبطت حجوما أوكرانيا بثماني مسيارات على محطة زبوريجيا النووية وأوضح رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية للمدينة أن القصف الأوكراني أدى إلى تفعيل الحماية في حالة الطوارئ بالمحطة النووية ويجرى الآن قياس الخلفية الإشعاعية على أراضي محطة الطاقة النووية باستمرار عقوبات اقتصادية أزمة طاقة نقص امدادات الغذاء أزمات متلحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية التي تقع بين فكايد الروسي والتكتل الأوروبي وحلفائه هنا في محطة زبوريجيا النووية كانت الشهدة أزمة خطيرة تمثلت في أعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة فصلت عن أخر خط كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن تعتمد على خط الاحتياط فبعد أقل من 48 ساعة من تواجد بعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشأة في جنوب أوكرانيا تم الإعلان بأن رابع خط كهربائي تشغلي بقدرة 750 كيلو فولت في محطة زبوريجيا للطاقة النووية قطع بعد أن فقدت الخطوط السلاثة الأخرى في وقت سبق خلال المواجهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن مفاعلا واحدا لا يزال يعمل وينتج الكهرباء لكل من التبريد ومهام أخرى أساسية للسلام في الموقع وكذلك للمنازل والمصانع وغيرها عبر الشبكة وتزيد القلق في الأسابيع الأخيرة من عمليات قصف تستهدف المنطقة التي تضم محطة زبوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وسيطرت روسيا على المحطة خلال الأزمة المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في حين تتهم كييف موسكو باستغلال المنشأة لحميات قواتها وهو اتهام تنفيه موسكو وترفض في الوقت نفسه الدعوات لسحب قواتها شاركت القوات البريطانية في تدريبات فيجيلانت نايف العسكرية مع القوات المسلحة السودية والفنلندية وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن التدريبات وفرت تعزيزا للقابلية العملياتية البنياتية مضيفا أنها أجرت مركزا للقيادة في أكثر من مكان في شمالي فناندا خلال الفترة من 29 من أغسطس الماضي وحتى الثاني من سبتمبر الجاري البلدات مزيدة تبينة ماذا تبرين تبينة 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 اشتركوا في القناة